عجبوني ولاد الأهالي عجبوني وسروا بالي أكدت كل التقارير الرسمية وغير الرسمية أن النيل منذ بدايات أغسطس حيث حذرت منظومات مجتمع مدني من أمطار غزيرة هذا العام في الهضبة الإثيوبية مما يؤثر تأثيرا مباشرا على مناسيب النيل الأزرق الذي ينبع من بحير التانى بالهضبة الإثيوبية ويشق الأراضي السودانية حتى يلتقي بالنيل الأبيض عند منطقة المقرن النيل الأزرق يغذي النيل الرئيسي بثمانين بالمئة من مياهه أما العشرين الأخرى فهي من نصيب الأبيض الذي يبدو هادئا متكاسلا في حركته ويفقد غالبية مياهه في منطقة السدود جنوب سودان الجديد إذن تطورات الأزرق هي التي تقض مضاجع الدفاع المدني والمتطوعين والأهالي على حد سواء فالأزرق جامح قوي لا يبقي ولا يذر في أحاين كثيرة الإرهاصات تلك عززتها تقارير من منظومات مجتمع مدني إفريقية أكدت نشاطا خريفيا عنيفا على شكل حزام إفريقي يمر من الشرق إلى الغرب في وسط إفريقيا في شكل نصف قوس تضررت ولايات السودان هذا العام بفعل ثلاثية سيول الأمطار والفيضانات حيث تضررت أكثر من ستين محلية في ثمان عشرة ولاية بحسب بيانات اللجنة العليا للفيضان وتم تصنيف ولاية النيل الأبيض كأكثر الولايات تضررا هذا العام حيث تسببت السيول في تدمير أكثر من عشرين ألف منزل كما غمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق فضلا عن تضرر حوالي مئتي ألف شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة مناطق شمال البحري شهدت تضررا كبيرا من فيضان النيل هي الأخرى فمنطقة وضرملي التي تقع شمال بحري ويحدها من جهة الجنوب ووسي ومن جهة الشمال التكين ود عثمان ومن جهة الغرب نهر النيل ومن جهة الشرق طريقة تحدي فاض فيها النيل وجعل حوالي ألف أسرة بلا مأوى حيث تأثرت كل قورة المنطقة ما عدا قرية النخيلة وقرية ود الرويجل أقاصي شمال غرب وضرملي الدولة ومنظومات العمل التطوعي شكل حضورا كبيرا في مشهد الأزمة حيث أقامت الدولة جهودا كبيرة عبر الدعم اللوجستي وأقامت منظومات العمل التطوعي مركزا في الحلفاية لتلقي الدعم ويصاله إلى مناطق شمال بحري ليلة يومنا السادس أو السابع من بداية الأحداث وحاليا الآن في منطقة قطاع الريف الشمالي منطقة وضرملي آخر منطقة اتضرغت اللي هي بالفيضانة البحر وكان اتضرر فيها كبير جدا وحاليا نحن في منطقة وضرملي أي زولي لشال طفل وطلع ما شلنا معنا أي حاجة حتى أولادي ذي البعض أريد تأثيرات التغيير المناخي تضع مسؤولية كبيرة على عاطق الدولة عور إقامة السدود الصغيرة للإفادة من فائض المياه وإعادة التخطيط وإقامة التروس لحماية ساكن الضفاف والجزر من خطر محتمل في مقبل سنوات شكرا